احتضنت السودان الجماعات المتطرفة على مدى ثلاثة عقود ماضية ووضعت السودان على قوائم الدول الرعية للإرهاب في وقت من الأوقات والسؤال هنا يعني اسمح لي هل السودان الآن في كل ما يحدث في ظل كل ما يحدث الآن داخل السودان تسير على الطريق الصحيح نحو مجابهة أو مكافحة العنف والتطرف حتى لا يتم وضعها مرة أخرى على مثل هذه القوائم طبعا صحيح خلال العشرية الأولى منذ الانقلاب سنة 1989 حتى نهاية الألفينات حتى بداية الألفينات كانت هناك للأسف الشديد كان هناك احتضال كل التنظيمات المتطرفة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي ولم يكن ذلك أمرا يجري في الخفاء كان مكشوفا لأن الحركة السلامية في تلك اللحظة كانت دولة هي الحاكمة ولذلك كانت تستخدم آليات الدولة وكانت تستضيف في مؤتمر دوري يطلق عليه المؤتمر العربي والإسلامي استستضيف هذه القوة المتفرقة في كل العالم الإسلامي وتقيم لها التوفر لها الملازة الآمن وعلى رأس هذه التنظيمات كانت تنظيم القاعدة الذي كان رئيسه أسامة بن لادن قد وجد الملازة الآمن في الخرطوم إلى فترة طويلة إلى أن أخرج منها بعد ذلك بواسط حكومة نفسها لكن تلك الفترة فعلا شهدت تنامي هذه المنظمات وأدى ذلك لإيقاع العقوبات من جانب الولايات المتحدة على السودان العقوبات كانت قاسية جدا أولا أدرجة اسم السودان في الدول الناء الرعية للارهاب وأدى ذلك إلى كثير جدا من التدعيات على الوضع داخل السودان بما في هذه التدعيات الاقتصادية ثم في العام 1997 أعلن الآمن المتحدة الأمريكية المقاطعة الاقتصادية وهي مقاطعة مؤثر جدا أثرت على الاقتصاد السوداني وقعدته إلى حتى بعد الإطاحة بالنظام الأخير ثم القديم ثم بعد ذلك تم التخلص من هذه المقاطعة الاقتصادية كل ذلك بفعل احتضان هذه المجموعات ثم كان الحدث الأكبر هو الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لمصنع الشفاء على خلفية نسف وتدمير سفارة الولايات المتحدة في كينيا في نيروبي وفي تنزانيا هذا الحدث كان حدث كبير جدا مزلزل بالنسبة لولايات المتحدة التفجيرين كان في وقت واحد متزامن وجهت بعد ذلك للسودان باعتبار التهمة بالسودان باعتبار أنه ساعد هذه المجموعات في هذا التدمير وللأسف شريد دفع سودان غرامة باهظة ماليا لضحايا هذا الانفجار ودفع أكثر من ذلك المقاطعة التي استمرت سنوات طويلة وأدت إلى خلق خلط الاقتصاد السوداني بصورة أعجزته عن النمو خلال فترة طويلة وبموجبها تم توجيه ضرب عسكرية لمصنع الشفاء باعتبار أنه سودان كان متورد في تلك الحرب كل تلك التدعاية للأسف شريد استمرت فترة من الزمن وأثرت كثيرا على الحياة حياة المواطن العادي وعندما اقتلع السودانيون النظام في أبريل 2019 وحاولوا إزالة اسم السودان من قائمة الدول الرائعي للإرهاب كانت عملية شاقة جدا شاقة دفع فيها السودان كثير جدا من التنازلات ثم بعد ذلك زيادة على التنازلات دفع من حر ما لفقره لأن السودان دولة فقيرة أن يدفع السودان حوالي 400 مليون دولار نقدا للولايات المتحدة الأمريكية لتعويض ضحايا التفجيرات كان عملا مكلفا جدا دفعه الشعب السودان ويؤثر على الاقتصاد لأنه رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه وأدى إلى كثير جدا من التعثر الاقتصادي داخل السودان كل ذلك بسبب الاختباط بهذه المجموعات المتطرفة تعلم سيد مرغاني أن الإخوان في السودان هم جسر التواصل الأهم بين جماعات العنف والتطرف سواء داخل السودان أو في عدد كثير من دول العالم كيف يمكن أن يؤثر هذا المناخ المليء بالفوضى داخل السودان على وضع هذه التنظمات المتطرفة وعلى علاقتها بالتنظمات الأخرى وما يمثل هذا التأثير من خطر على أمن واستقرار المنطقة بأكملها أو الإقليم بأكملها نعم هذا السؤال مهم جدا أنا أعتقد أنه هو واحد للأسف الشريط واحد من السيناريوات الخطيرة جدا التي يمكن أن تواجه السودان في الفترة المقبلة إذا حدث لا قدر الله انهيار كامل داخل السودان لأي أسباب فإن السودان أول حقيقة مساحة شاسعة جدا وضع أمني هش للغاية كثير من المناطق لا يستطيع حتى السودان السيطرة عليها لا يستطيع إحكام الرقابة عليها حدود طويلة جدا ما عدت حوالي ثماني دول ومن الصعوبة بمكان مراقبة كل هذه الحدود هذا مناخ ملائم جدا للحركات المتطرفة من مختلف الاتجاهات السودان للأسف الشريط بحاط بهذه الحركات من كل الاتجاهات يعني هناك حركة بوكو حرام في غرب أفريقيا وهي لها تواصل تستطيع أن تدخل في الحدود لأن هناك تواصل قبلي مع هذه الحدود هناك مجموعات في ليبيا هناك مجموعات في شرق السودان في مناطق كثيرة في صومال وغيرها كلها تستطيع أن تأتي إلى السودان وتجد الملازة الآمن خاصة أن السودان يسمح لها بعد ذلك بالحركة إذا فرط عقد الأمن يسمح لها بالحركة في كل الاتجاهات ضد الدول التي تحدد السودان وتصبح بعد ذلك أزمة إقليمية وليست أزمة سودانية تصبح الحرب داخل السودان هي حرب في الإقليم كله وتؤدي إلى زعزعة السلام العالمي كما رأينا الآن في ما يحدث في البحر الأحمر البحر الأحمر الحرب حقيقة في اليمن مع الحوثيين لكن مع ذلك تأثرت بها الملحة الدولية في البحر الأحمر السودان دولة مشاطئة للبحر الأحمر وإذا حدثت اختلالات أمنية سيصبح أيضا البحر الأحمر مهدت هذه المرة من الجانب السوداني وليس الجانب اليمني وحده وتصبح العالم كله يعني رهن هذه الأزمة ويدفع تمن الأزمة التي بدأت في السودان